اهلا بكم وإلى العنوين مدورو يؤكد أنه لن يسمح بالتدخل الأمريكي في فنزويلا والمعارضة ترفض دعوته للحوار بومبيو يؤكد أن واشنطن تعمل بجدية لحماية ديبلوماسيها في فنزويلا وتوفير الدعم اللازم لقوائدو لتأدية مهامه ترامب يعلن التواصل الالتفاق المبدئي مع الكونغريس لإنهاء مؤقت للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وروسيا تصدف حوارا فلسطينيا بمشاركة عشرة فصائل منتصف الشهر المقبل شاهدون أكثر من عشرين إصابة بالرصاص جراء اعتداءة الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة في غزة مصادر أوروبية تكشف لرويترز عن توجه أوروبي لإدراج السعودية على مسودة قائمة تمويل الإرهاب أكد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو استعداده للقاء رئيس البرلمان تحت أي ظرف وفي كلمة وجهها للشعب الفنزولي أشار مادورو إلى أن الحملة الإعلامية المنظمة ضد فنزولا هدفها إطاحة السلطة المنتخبة من الشعب وسائل الإعلام الدولية تسعى لتشويه الصورة أمام الرأي العام العالمي وفقا للدستور لا يمكن نقل السلطة من شخص إلى آخر من دون رأي الشعب نحن نرتكز على الدستور والشعب الفنزولي هو مصدر السلطة ولن نسمع بالتدخل الأمريكي الأمبريالي في بلادنا كثير من الأحداث التي جرت في بلادنا كان بتوجيه من أمريكيين ولكن دائما هناك قموة للحوار مع المعارضة تحت أي ظروف كانت أنا مستعد للقاء جويدو اليوم أو غدا مستعد للذهاب في كل وقت إذا كانت هناك حاجة للقاء هذا الرجل وفي أول رد على خطاب مادورو رفضت المعارضة دعوته إلى الحوار فيما أعلن رئيس البرلمان الفنزولي خوان جويدو رفضه المشاركة في حوار مع الرئيس نيكولاس مادورو بعد أعلان الأخير استعداده للقائه جويدو دع أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس مادورو كما قال أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعيين إليوت أبرامز رئيسا لفريق العمل على الأزمة في فينزويلا وقال أنه سيكون مسؤولا عن كل الجهود والمساعي الأمريكية المواصفها بإعادة الديمقراطية إلى فينزويلا بومبيو أكد أن الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم لجويدو في ممارسة مهامه وأضف أن واشنطن ستتخذ كل التدابير لضمان حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في كاركاس وألفت إلى أن كل من يدعوهم جويدو إلى فينزويلا سيكون لهم الحق بالتواجد هناك وستتوفر لهم الحماية كما قال أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أنها لا تعتزم أعلان التعبئة للقوات العسكرية بسبب الوضع السياسي في فينزويلا الوزارة أكدت أن كل القوات المسلحة تبقى في قواعدها مشيرة إلى أن كولومبيا لا تنوي تزويد الولايات المتحدة بقاعدة لاتخاذ إجراءات ضد فينزويلا أثرت الأحداث في فينزويلا انقساما عالميا في المواقف فيما أبدت روسيا استعدادها للعب دور الوسطى بين السلطات الفنزويلية والمعارضة يتوجه عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بإخوان جويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا أحمد عبد الله والتفاصيل حضرت التطورات المتسرعة في فينزويلا على طاولة البحث في مجلس الأمن الروسي ليجدد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الدائمين رفضه أي تدخل في الشأن الداخلي الفنزويلي وعلى عكس الولايات المتحدة التي سارعت إلى الاعتراف بإخوان جويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا أبدت روسيا استعدادها للعب دور الوساطة في تسوية العلاقات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية مشددة على أن التصرفات الأمريكية حيال كاركاس تزيد من تعقيد الأزمة وزارة الخارجية الروسية أكدت أن تنفيذ السيناريو العسكرية في كاركاس سيكون كارثيا لفذة إلى أن معظم الدول بما فيها الدول الإقليم ترفض التدخل الخارجي في فنزويلا بغض النظر عن موقفها من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تركيا سارت بدورها عكس الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن رفض بلاده محاولة الانقلاب التي استهدفت مادورو يقول أردوغان إن موقفه يأتي انسجاما مع موقف بلاده الرافض لكل الانقلابات والانقلابيين في جميع أنحاء العالم في اليونان أيضا حظي مادورو بدعم حزب ائتلاف اليسار الراديكالي الحاكم سيريزا الذي اعتبر أن الوضع في كاركاز يزعزع استقرار الحكومة في مقابل هذه المواقف المنحازة للشرعية الفنزويلية تبدو أوروبا أكثر تماهيا مع الموقف الأمريكي الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر الولاية الثانية لمادورو غير شرعية طالب بتنظيم انتخابات حرة جديدة وزير الخارجية الألماني هيكوماس أكد أن بلاده ليست محايدة بل تدعم البرلمان الفنزويلية المنحل وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الفرنسي جونيف لدريان فيما أكدت إسبانيا أنها تخطط لاتخاذ إجراءات تجاه فنزويلة إذا تأكدت من عدم نية مادورو الدعوة إلى انتخابات قريبا أكد وزير الخارجية روسي سرغي لفروف أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلة مدمرة وأن بلاده تعد دعوات واشنطن العلنية إلى التمرد في فنزويلة غير مقبولة وقال لفروف في مؤتمر صحفي مع نظره المغربي أن النداءات العلنية للانقلاب على مسمع الجميع غير مقبولة وتقود مبادئ بثاق الأمم المتحدة ومعايير التواصل الدولي لفروف أضف أن بلاده ستطرح هذا الموقف في مجلس الأمن إذا تخذ القرار لعقد الاجتماع بشأن الوضع في فنزويلة في غضون ذلك غدر بعض الدبلوماسيين الأمريكيين السفارة الأمريكية في العاصمة الفنزويلية كاركاس وذلك بعد أعلان فنزويلة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وكانت السفارة الأمريكية في كاركاس قد طلبت من الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين مغادرة البلاد يأتي ذلك بعد أعلان الرئيس الفنزولي قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا وبومبيو سيدعو خلال الاجتماع أعضاء مجلس الأمن إلى الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا وسيدعو إلى دعم جهود الحكومة المؤقتة لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون بحسب بيان لوزارة الخارجية في المقابل حذرت النائب المسلم في مجلس النواب الأمريكي الهان عمر حذرت من أن الانقلاب المدعوم من واشنطن في فنزويلا لن يكون حلا للمشاكل التي يواجهها الشعب الفنزويلي وفي تغريدة على تويتر أوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لجعل المعارضين اليمنيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة مشيرة إلى أن هذه المساعي من شأنها تأجيج العنف في فنزويلا ودفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعدة السفارة الفنزويلية في لبنان رعدة أكد تضامن المقاومة اللبنانية مع الشعب الفنزويلي وإرادته الحرة وإدانة التدخلات الأمريكية في شؤون فنزويلا الداخلية ووصف رعدة التدخلات الأمريكية بالعار الذي يجب أن يمحى ووجه تحية لوقفة الشعب الفنزويلي في وجه الإمبريالية الأمريكية وكذلك في وجه تدخلاتها جئنا إلى هنا لنرثل مباشرة هذه الرسالة التضامنية من إخوة في النضال عرفوا المآسي الناجمة عن التدخلات الأمريكية وخصوصا في منطقتنا الداعمة للاحتلال والعدوان والإرهاب الإسرائيلي الدائم والمثير للفوضى والعبث والفلتان في كل منطقتنا والباعث على عدم الاستقرار نحن نرثل تحية تضامن وتأييد لوقفة الشعب الفنزويلي ولقيادة الشعب الفنزويلي يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مدورو محاولة الانقلاب عليه بدعم شعبي ودولي ومع اقتراب انتهاء مهلة مغادرات الدبلوماسيين الأمريكيين فنزويلا تبدو واشنطن في مأزق أمام خياراتها همط الله بطار دقائق قليلة فصلت بين تنصيب خوان جويدو نفسه رئيساً لفنزويلا وبين الاعتراف الأمريكي به ودقائق قليلة فصلت بين ذلك كله والاستنفار الشعبي في الشارع لأنصار الرئيس نيكولاس مدورو على الرغم من تسارع الأحداث والتصعيد المفاجئ لم يبدر من كركاس أي رد فعلاً فعالي بل تعاطت مع التطورات بحنكة سياسية يؤازرها دعم الدول الحليفة والصديقة ليعلن مدورو قطع العلاقات مع واشنطن ويمهل دبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد موقف الجيش الفنزويلا الذي عبر عنه وزير الدفاع وتمثل برفض خطوة إخوان جويدو حصن الحكومة الشرعية في وجه مواقف بعض الدول المنضوية تحت المظلة الأمريكية في ظل انقسام أوروبي بين داعماً لشرعية مدورو مثل اليونان ومؤيداً للاعتراف بجويدو رئيساً مؤقتاً مثل فرنسا يكتمل المشهد مع مواقف دولية عديدة تؤيد الحكومة الشرعية في فنزويلا أهمها ما صدر عن موسكو التي قطعت الطريقة أمام التدخل العسكري الأمريكي وأحذرت واشنطن من مغبته وعواقبه الكارثية على عكس النهج الإقصائي الأمريكي ذهبت روسيا في الاتجاه المعتدل عبر طرح مبادرة الوساطة بين الأطراف الفنزويلية وهو ما سيحجم دور واشنطن ولسيما أن الأمم المتحدة تتبنى أيضاً الدعوة إلى الحوار والمفاوضات السياسية الترقب الآن هو لموقف واشنطن ذلك أن مهلة مغادرة ديبلوماسي هافنزويلا أو شكت على الانتهاء والاستجابة لها تعني الرضوخ أما تجاهلها فسيحرمهم الحصانات الدبلوماسية ومن واشنطن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان دكتور سليمان أهلاً بكم أبدأ معك بالخبر قبل دخولنا إلى استيديو الأخبار بتعيين إليوت أبرامز لتعزيز الديمقراطية كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية في كاراكاس ماذا يعني؟ من هو هذا الرجل من المفيد أن نتذكر عن هذا الدبلوماسي السابق من فضلك؟ هذا الرجل يعني أن المؤامرة الأمريكية أو العمل التآمري الأمريكي والعمل السري سيتم حتى بصورة شبهة علانية يعني كونه تم تعيينه ممثل ديبلوماسي هو سبق أن عمل في إدارة ريجن صحيح الرئيس ريجن وأدين في إيران كونترا فضيحة إيران كونترا وأصدر عفو لاحق عنه جورج بوش الأب الذي أتى بعد ريجن وله أيضا دور من الصعب وصفه بأنه أقل من خطير في نيكاراجوا كاملة وفي السلفادور أيضا إذن له باع طويل في العمل السري وفي العمل السعي لقلب الأنظمة وبالتالي بالتأكيد أن تعيينه يجعل أن الموقف الأمريكي يضع على رأس الحركة نوع من المنسق لعملية أشكال التدخل الأمريكي التي قد تتوسع نحن الآن أمام أمر أن بومبيو سيذهب إلى مجلس الأمن ليطرح على مجلس الأمن ضرورة الاعتراف بشرعية منافس مدورو وهذا يعني أمر خطير طبعا روسيا اعترضت على هذا الأمر ولكن هذا يعني أن المساعل والتصريح الذي أصدره بومبيو أيضا منذ قليل حاول أنه سيقوم بعملية الدعم لم يذكر أن هذا الدعم فقط سيكون مديا ربما سيكون أكثر وعلينا أن تذكر أن كولومبيا والبرازيل والرؤساء فيها يؤيدون الموقف الأمريكي وقد يلعبون دور المساند اللوجستي لأي تحركات بالقوات الخاصة أو غيرها وأعمال يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة في البلاد هناك طيب أي أعمال من قبيل ماذا؟ يعني ليس خفيا وخافيا على أحد أن الولايات المتحدة تملك تواجد عسكري وتنسيق عسكري أيضا وخاصة لها تجربة في كولومبيا لفترة طويلة وقد يكون تحت حجة حماية الدبلوماسيين حماية الرعاية الأمريكيين وقد يكون الأمر أخطر بعد نوع من انتزاع مشروعية لنتذكر أن 13 دولة من منظمة الدول اللاتينية وافقت يعني أطردت على شرعية مدورو فقد يكون هناك أيضا مسعى لمحاولة انتزاع شرعية شرعية بعبر الأمم المتحدة وبالتالي لتغطية إمكانية التدخل كما ذكر ترامب أن كل الخيارات على الطاولة بمعنى أنه حتى هذا الرئيس الذي لا يرغب في التدخلات العسكرية ولكن واضح تماما أن قرب فينزويلا واعتبارها في دائرة النفوذ المحتمل لأمريكا في هذه القارة يمكن أن يكون هناك إمكانية لعمل عسكري وبالتالي تحت ذرائع مختلفة لكن في هذه الحال الأنصر الواضح اسمح لي في هذه الحال ماذا عن الروسي موقف الروسي واضح ومعلن وصريح يعني الولايات المتحدة الأمريكية ألا تحسب حساب للروس؟ سيحاول الروس طبعا سيتم قطع الطريق على محاولة نزع الشرعية عن مادورو في مجلس الأمن وبالتالي عدم أعطاء هذه الورقة الدبلوماسية الروس سيكون متشددين في ذلك وحتى ربما الصين أيضا قد يمارس حق الفيتو المزدوج في هذا الموضوع ولكن للوصول إلى العمل العسكري سيكون ترامب حذر من التدخل ولكن التدخل يأخذ أشكال مختلفة والهدف الأساسي الآن هو اختراق الجيش ومحاولة قسمه لأن المحاولة السابقة تمت فقط عبر رقيب نحن لا نحاول تخفيف من أهمية وتقدير كل عسكري ولكن لم يكن على مستوى الضباط الكبار وبالتالي طالما أن الجيش متماسك مع مادورو فلن يكون هناك إمكانية لهذا الاختراق ولكن العمليات السرية والعمليات التخريبية والوضع الاقتصادي الصعب قد يكون هذا بعض المقدمات لإمكانية إعطاء مبررات للدخول الأمريكي بطريقة غير مباشرة يعني بالواسطة عبر آخرين نعم ابقى معي منذر من فضلك لنستمع وإياك والمشاهدين الكرام إلى هذا التقرير وسنعود للتعليق عليه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن مشروع قرار ينهي مؤقتا الإغلاق الحكومي حتى منتصف الشهر المقبل لينهي أطول حالات إغلاق امتدت لخمسة أسابيع محمد كريم والتفاصيل بعد دخول أزمة الإغلاق الحكومي أسبوعها الخامس رضق ترامب وتراجع عن شرط تمويل الجدار أولا التوصل للاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت ويعيد العمل في المؤسسات الفيدرالية حتى منتصف الشهر المقبل على أن يتوصل أعضاء الكونغرس إلى صيغة لتمويل بناء الجدار خلال هذه المدة أنا فخور جدا بأعلان التوصل إلى اتفاق بإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية كما يعلم الجميع يوجد لدي بدائل قوية جدا لكنني لم أود أن أستخدم هذه المرة وأتمنى أن لا يكون استخدامها ضروريا ويبدو أن استطلاعات الرأي العام التي حملت ترامب وحزبه الجمهوري مسؤولية الإغلاق دفعت بهم إلى تعديل مواقفهم والموافقة على إعادة فتح الحكومة لثلاثة أسابيع أعيد موظفين بدفع رواتبهم كاملة وبأثر رجعي وطلبت من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتشيل ماكونيل تضمينه في المشروع المقدم على الفور لكن وبرغم ذلك قد لا ينجو ترامب من تهمة المساهمة في الاختلال الوظيفي للحكومة والشلل والتعطيل وهي أسباب أسهمت في مجيئه إلى البيت الأبيض فيما أعضاء الكونغرس تلمسوا النقمة الشعبية المتصاعدة ولا سيما في ولاياتهما صحيح أنها لم تصل إلى احتجاجات في الشارع لكنها برأي المراقبين كانت تسير بهذا الاتجاه في حال استمرت الأزمة عوامل عدة أدت إلى تراجع ترامب عن موقفه لعل أبرزها تنعم الضغط الشعبي وتحميله مسؤولية الإغلاق فضلا عن اهتزاز تماسك الكتلة الجمهورية داخل الكونغرس محمد كريم واشنطن الميادين أعود إليك منظر نريد أن نطور هذا الخبر ما هي آخر المعلومات وما هو المقبل أمام تراجع ترامب عن هذا القرار تفضل طبعا مجلس الشيوخ بالإجماع صوت على موضوع إعادة فتح الحكومة وتأمين التمويل اللازم لمدة ثلاثة أسابيع خلال هذه الثلاثة أسابيع طبعا وبعد ذلك مجلس النواب سيوافق بالتأكيد وربما بالإجماع أيضا وهذا لا يحتاج إلى تصويت يعني بالتصويت بالصوت فقط المنطقة الحارجة ستكون هي والمرحلة الحارجة ستكون بكيفية التوصل إلى اتفاق أبعد وهذا يعني أن هناك اقتراح ديمقراطي بأن يكون هناك ما يسمى بالمؤتمر للحزبين من المجلس يوخ ومن مجلس النواب من كلا الحزبين وهذا أمر يسهل إمكانية التوصل إلى التفاوض المهم إلى نتيجة بالتفاوض وعادة عندما يكون هناك اجتماع على مستوى كامفرنس يعني كمؤتمر من قبل مندبين من الطرفين ومن المجلسين يكون هناك إمكانية واسعة للتوصل إلى اتفاق ولكن تهديد ترامب ترامب يحاول أن يغطي على فشله وعلى عجزه وعلى هزيمته هو تلقى هزيمة ليست ربما بالضربة القادية ولكن بالنقاط كثيرة يعني بالجولات كلها ربما يعني لم يربح أي جولة في هذه الجولات مع الحزب الديمقراطي وخاصة مع نانسي بلوسي زعمة مجلس النواب والآن لا يستطيع السؤال سيكون له لماذا لم توافق على هذا الأمر في اليوم الأول في اليوم الثاني في الأسبوع الأول إذن سيكون هناك مشكلة سيتم البحث في مخارج ويمكن التوصل إلى مخارج ليس مستحيلا يعني الخلاف لأنه يهدد بإعلان حالة الطوارئ ولكن الحزب الديمقراطي قد يمنحه التمويل ولكن ليس لبناء الجدار لأمن الحدود وهذا تحصيغة أمن الحدود وأمور أخرى قد يكون هناك مخرج لترامب ومخرج للحزب الديمقراطي ولكن بالتأكيد كما ورد في التقرير أن كان هناك مخاطر تتصاعد وخاصة مخاطر على سلامة الطيران وعلى سلامة الحدود لأنه حتى حرس الحد ليتلقى رواتبه أيضا بالإضافة إلى الملاحة ملاحة الطيران العديد من المطارات تعرضت الرحلات إلى التأخير والتعطيل وبدأت النتائج العكسية تحصل والسلبية وبالتالي ترامب أدرك أنه لابد من وقف عملية الانحدار في شعبيته وفي شعبية حزبه أيضا شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين كنت معنا من واشنطن أفدت مصادر الميادين بأن موسكو ستستضيفه في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر المقبل حوارا فلسطينيا فلسطينيا بمشاركة جميع الفصائل من دون استثناء وبينها فتح وحماس ولفتت إلى أن القيادة الروسية قلقة بشأن وصول الوضع الداخلي الفلسطيني إلى هذا الحد من التعقيد والخطورة سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أكد أن الدعوات وجهت إلى عشرة فصائل شاركت عام 2017 في حوار موسكو مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر قال أن الملف الرئيس في الحوار الفلسطيني المقرر أن تستضيفه موسكو الشهر المقبل هو إنهاء الانقسام الداخلي وخلال اتصال مع الميدين قال أن روسيا تريد تمتين الوضع الفلسطيني وأحلا على أساس القرارات الدولية هناك احترام وعلاقات تاريخية مع روسيا الاتحادية التي وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وبالتالي ثقة روسيا ووزنها أعتقد أن هذه الدعوة هذه المرة ينبغي أن يتم بحث جدي وحقيقي وممنوع الفشل وأن يتم أيضا تنسيق روسي مصري من أجل مصري نعم من أجل إنهاء هذا الانقسام استشد فلسطيني وأصيب 22 على الأقل بجروح جراء اعتداءات قوة الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة الاحتلال لم يكتفي باستهداف المدنيين بل طاول اعتدائه لسيارات إسعاف ما أدى إلى إصابة ستة مسعفين أحمد شلدان متمسكين بثوابتهم ورافضين لحصار فرض عليهم منذ نحو 12 عاما يستمر الغزاويون في مسيراتهم السلمية متحدين رصاص الاحتلال وقنابل غزة التي لم توفر حتى سيارات الإسعاف وأطقمها الطبية في جمعة جديدة من مسيرات العودة تحت عنوان مؤامرة الحصار لن تمر غزة تدفع ثمن الكرامة والعزة وإحنا إن شاء الله رح نظلنا مستمرين في مسيراتنا حتى يتم رفع الحصار نهائيا عن غزة رجل رسالة للعالم يجمع أننا أصحاب حق وأننا كإنسان نعيش على هذه الأرض من حقنا أن يزال هذا الحصار الإجرامي آلاف المواطنين خرجوا متسلحين بإرادة لا تعرف الكللة أو المللة بعد 44 أسبوع من انطلاق المسيرات في وقت اعتبرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أن ردها على تلكء الاحتلال في تنفيذ التفاهمات سيكون عبر تصعيد العمل الشعبي الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر كان لابد من موقف يعيد القطار على السكة ويقول للاحتلال شعبنا عصي على الابتزاز للعدو الصيوني لا تحاول أن تستبتزون بالمال نحن خرجنا من أجل الحرية والكرامة وكس الحصار نريد كرامة الشعب وليس أموال آخرين هذا هو ما خرجنا من أجله والتحاما مع القضايا الوطنية الملحة أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أن الجمعة القادمة ستحمل عنوان أسرانا ليسوا وحدهم تضامنا مع أسر الحرية في سجون الاحتلال وفي الوقت الذي يعتبر فيه الغزاويون استمرار تحركاتهم الشعبية بمثابة ضربة لكل من راهن على تراجع مسيرات العودة تؤكد هذه الجماهير أن ديمومة حضورها باتت الضامنة لإلزام الاحتلال بإنهاء الحصار أحمد شلدان غزة الميادين وفي الضفة الغربية سوشهد شاب فلسطيني بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النارة باتجاه عدد من الفلسطينيين بذريعة رشقهم بالحجارة وزعم جيش الاحتلال أن ثلاثة فلسطينيين كانوا يرشقون سيارات إسرائيلية بالحجارة خلال عبورها طريقا سريعا في الضفة الغربية المحتلة قرب سلواد شمال رمالة بترقب ينتظرون في إسرائيل ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته مع قناة الميادين في ظل حديث المراقبين عن سقوطهم في فخ الشائعات التي ضحضها بقوة ترويج الإعلامي الذي قامت به الميادين للمقابلة منال إسماعيل والتفاصيل نصر الله يكسر الصمت عنوان شغل الإسرائيليين على مدى أيام وهو ترويج كانت قناة الميادين قد أطلقته للمقابلة التي تجريها مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نصر الله سوف يلقي خطابا ونحن بالتأكيد سوف نستمع إليه الإعلان عن ظهور السيد نصر الله في مقابلة مع الميادين بعد طول غياب عن الشاشة وبعد الشائعات التي طاولت وضعه وأسباب غيابه مثل مادة دسمة للمحللين والخبراء الإسرائيليين الذين عبروا عن رغبتهم في سماع ما سيقوله السيد نصر الله نريد الحديث عن نصر الله الذي أعلن إجراءه مقابلة على قناة الميادين ولسنا ندري ما إذا كانت مباشرة أو مسجلة الحقيقة أنه منذ 22 نوفمبر تقريبا لم يظهر علنية ولم يخطب مع كل الحديث عن عملية الدرع شمالي والشائعات بأنه مات أو يعالج أو مسجون ونحن ننتظر ما سيقوله هنا الرجل الواقف يكشف الأمين العام لحزب الله المعروف بصدق مواقفه ووعوده جعل العدو قبل الصديق يترقب تصريحاته ليبني على شيء مقتضع لماذا خطابات نصر الله تحولت إلى علامة تجارية منذ عام 2006 ولماذا أصبحت شعبية إلى هذا الحد لنصر الله مكانة خاصة في الوعي العربي كأحد الزعماء الذين استطاعوا هزيمة إسرائيل كما أن لديه عنصرا دعائيا بشخصيته من وجهة النظر الغربية فضلا عن أنه في كثير من المرات التي يتحدث فيها يكون الموقف الذي يقدمه أكثر دقة من المعلومات التي تصدر من وكلات الأنباء الغربية هو يقول أمورا ويلتزم بها وهذا أمر لا تسمعه دائما من سياسي عربي معلقون إسرائيليون قالوا أنه مع صمت الزعيم ليس لدى الصحافيين الأدوات للتعامل واعترفوا بأن كثيرين في وسائل الإعلام الإسرائيلية أخطأوا عندما تبنوا ومن دون نقد وتردد دعاءات أشخاص نسجوا حبكة كاملة عن وضع نصر الله حبكة كانت بمثابة الفخ الذي كشف الإعلان عن المقابلة معه على قناة الميادين كم كان هشا حوار العام حديث في المرحلة والاستراتيجية قبل ساعة على أطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار العام على الميادين مع الأستاذ غسام بن جدو يتواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ نصر الله يكسر حاجز الصمت التفاصيل مع بيسان تراف أهلا بكم حوار العام الحدث الإطلالة المنتظرة ومن لا يترقب ما سيعلنه من مواقف استراتيجية يتهيبها العدو ويحسب لها ألف حساب وحساب وانتظرها الناصر بكل شوق وتأييد ومباركة إنه السيد حسن نصر الله سيكسر حاجز الصمت الطويل ويطل صوتا وصورة ليطمئن الخائفين ويخيف المطمئنين توجيه سؤال للأمين العام لحزب الله كان رغبة وأمنية المؤيد والمعارض الصديق والعدو القريب والبعيد رغبة حققتها قناة الميادين بفتح باب المشاركة والسؤال لمن يرغب من خلال هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت منذ إطلاق الهاشتاغ انهمرت التغريدات والأسئلة والصور والفيديوهات التي خصصت للسيد وتوزعت مضامينها وتنوعت بين تأييد ودعاء وحب منقطع النظير وترقب لكل ما تحمله الأفئدة من عاطفة جياشة وثقة بشخص السيد هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت وصل قبل ساعات من موعد الحوار لنحو ثمانية مليون حساب وقد ورد نحو ثمانية آلاف وثلاثمائة واربع وثلاثين مرة تغريدة وإعادة التغريدة فضلا عن الأسئلة التي لا يمكننا أن نحصيها أما المشاركات فقد أتت على نطاق واسع بطبيعة الحال من مسقط رأس السيد لبنان ومن العراق والأردن والسوريا واليمن والبحرين وطبعا من فلسطين المحتلة أما المفارقة فهي بروز عدد كبير من المشاركات من الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا سأل دياب علي لماذا دائما علينا أن نتلقى ضربات إسرائيل ولا نكون نحن المبادرين إلى ضربها وإزالتها إذا أرادوا الحرب فالتقن حربا شاملة ولتفتح الحدود ولتذهب إسرائيل إلى الجحيم كارلو عون غرد نعم يا مولانا إن السياسيين بلبنان لا يدرون بوجع المواطن ولا بحاجاته ونحن بانتظار وعدك الصادق إنهم منافقون فاشلون نعرف أننا نحملك عبءا على أعبائك ولكن لا منقذة لنا غيرك أعانق الله على ما أنت فيه مع كل الاحترام والحب وحفظك الله من كل سوء وتساعل بسام بعد بوادر الفشل الأمريكي في المنطقة هل يتصور سماحته أن محور المقاومة قادر على منافسة بقية القوى الطامعة في المنطقة وأيضا كثيرون فضلوا عدم السؤال بل غردوا ليقولوا بأنهم يغبطون قناتنا ولسيما الأستاذ الزميل غسان بن جدو لمجالسته سماحة السيد فيما اكتفى كثر بالدعاء والصلاة والأمان للسيد بالقول كن بخير لأجلنا انطلقت في إيران منورات تحت عنوان اقتدار 97 الكبرى للقوات البرية التابعة للجيش وهي تجرى في منطقة واسعة من محافظة أسفهان قائد القوة البرية للجيش الإيراني وصف المنورات بأنها الأكبر هذا العام وأكد مشاركة 12 ألف جندي في تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة إضافة إلى مشاركة لمختلف الوحدات والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية أضاف الاتحاد الأوروبي السعودية على مسودة قائمة الدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال بحسب وكالة رويترز وتضم القائمة الحالية الاتحاد 16 دولة وتم تحديثها هذا الأسبوع باستخدام معايير جديدة والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت على القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية وفق ما ذكره مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل الصادق المهدي يطالب بإسقاط النظام في السودان وتأليف حكومة انتقالية من جديد أهلا بكم أعلن المتحدث باسم تحالف الإصلاح العراقي صباح الساعد تقديم مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة القانون يدعو إلى إنهاء الوجود الأمريكي والأجنبي في العراق ومنع وجود أي قواعد أو أي قواعد عسكرية فيها خلال سنة واحدة من تاريخ إقراره كما يعطي الحق للحكومة بتقدمها لمجلس النواب بطلب استقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية إذا طضت الحاجة في الملف السوري اجتمع رؤساء العشائر والقبائل السورية في أثريا بريف حلب الجنوبي لإعلان بيان تأسيسي رفضا للاحتلال التركي الأمريكي للأراضي السورية وللمطالبة بإعادة سلطة الدولة إلى جميع الأراضي السورية بما فيها المناطق الشرقية لا للاحتلال ولا للعدوان نعم لإعادة سلطة الدولة السورية إلى الشرق السوري هذه أبرز أهداف اجتماع جميع رؤساء القبائل والعشائر المنتشرة على كامل الأراضي السورية الذي عقد في أثريا بريف حلب الجنوبي حضرنا إلى هذا المجتمع من أجل واحدة الصف والتكاتف مع بعضنا البعض أن نكون عشيرة وحدة وليس عشائر في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وضد كل واحد مستعمر وخلف جيشنا البطل ونؤكد أيضا بأننا ضد أي تدخل من أي كان على أرضنا وشعبنا في أي شبر من أراضي السورية أكثر من عشرة آلاف من أبناء العشائر اجتمعوا لإعلان بيان التأسيس لأبناء القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية داعموا المنطقة الشرقية السورية بالخدمات وإعادة دوائر الدولة وتأمين عمليات النقل بين ضفتي نهر الفرات من ضمن المهام المطلوبة من العشائر تجاه الدولة السورية المشاركة والحضور الكبيرين كانا لافتين مع وجود ممثل العشائر من الدول العربية المجاورة لنكون جزءا من هذا المحفل الكبير ونسجل للتاريخ أن الأشقاء العراقيين لهم موقف واحد مع سوريا لا يختلف أبدا وما يعدد كبير من رؤساء كبار القبائل في العراق لنقول ونعيد ما قلناه في كلمتنا في هذا المحفل نعم لسوريا الواحدة نعم لسيادة القانون نعم لسيادة الدولة لدعم سوريا لدعم قائد سوريا لدعم جيش سوريا لدعم شعب سوريا لدعم لبنان ومقاومة لبنان لدعم فلسطين ومقاومة فلسطين لمقاومة المقاومة العربية كلها هذه الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب المقاومة سواء كان في لبنان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر إنه أكبر حضور عشائري حضنته بلدة أثريابري في حلب الجنوبي اجتماع أكد ضرورة استمرار المؤتمرات والتظاهرات المطالبة بإعادة سيطرة الدولة السورية إلى المحافظات السورية كافة والشرقية بشكل خاص أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني أن الوجود العسكري لداعش سينتهي خلال شهر في حد أقصى مع اقتراب المعارك في شرق سوريا إلى نهايتها وخلال مقابلة مع وكالة فرانس بريس قال كوباني أنه خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء وجود داعش عملية قواتنا ضد تنظيم الداعش في جيبه الأخير وصلت إلى نهايتها والدواعش الآن محاصرين في بلدة واحدة ولكن نحتاج إلى الشهر من أجل القضاء على الفلول الداعش المتبقين في المنطقة كوباني شدد على ضرورة أن يضمن أي اتفاق سياسي مع دمشق خصوصية قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت داعش شمال شرق سوريا مشيرا إلى أحقيتها بالاستمرار في حماية المنطقة نحن حاربنا تنظيم الداعش الإرهابي والإرهابيين الآخرين بالنيابة عن كل البشرية وحتى بالنيابة عن الجيش السوري كمان ولهذا من حق القوات سوريا الديمقراطية أن تبقى لديها خصوصية وتستمر في حماية منطقة الشمال شرق سوريا باسم قوات الوطنية السورية وهذا هو خطنا الأحمر لا يمكن أن نتنازل عنها تعاني المدارس الحكومية في محافظة الحسكة من ضغط كبير في أعداد الطلاب بعد استمرار الإدارة الذاتية الكردية بفرض منهجها على المدارس في مناطق سيطرتها وأغلاق المدارس التي تدرس المنهاج الحكومي الإدارة الذاتية الكردية منعت تسيير وسائل النقل العامة والخاصة التي تقل الطلاب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة لطلقي تعليمهم خطوة فسرت على أنها لإجبار الطلاب على دراسة مناهجها بسبب الإقبال الضعيف على المدارس التي تدرس المناهج الكردية الجهات الحكومية السورية اتخذت عدة إجراءات لتمكين الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي وفق المناهج الحكومية من خلال إقرار منهج التعلم الذاتي ومنهج عامين بعام وتحويل عدد من المقار الحكومية إلى مدارس وإقرار دوام نصفي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في إصرار كبير من قبل الأهالي من قبل التلاميذ على متابعة مناهج الحكومية مديرة التربية في المحافظة إلهام سرخان التي تعد أول سيدة تتولى منصب مديرة التربية تلخص أسباب هذا التراجع في قطاع التعليم بالقول إنه يعود إلى استلاء الإدارة الذاتية على المدارس ومنع التعليم الحكومي وملاحقة المدرسين والتواعد بمحاسبتهم في حال تعليمهم المنهج الحكومي نحن كفريق عمل تربية قسمنا قسمين قسم يحافظ على استمرار مناهج وزارة التربية وقسم التواصل مع المجتمع الأهلي والمحلي بإقناع الأهالي وأولياء الأمور بعدم جدية المناهج الأخرى وجدية مناهج وزارة التربية واستمراريتها وديممتها بدورهم طلاب الحسكة يتحدون قرار الإدارة الكردية من خلال الإقبال على المدارس الحكومية برغم المسافات الجغرافية البعيدة وأحوال الطقس التي لم تمنعهم من الوصول إلى مدارسهم نسكرت مدارسنا بسبب مسلحين الأكراد ونحن بدنا نشكر مدير التربية لأماناتنا للمدارس لحتى نتعلم بيها نتعلم المنهج الدولة السورية اللجان المختصة في مديرية التربية رأت أن هدف الكرد من تغيير المناهج سياسي لا تعليمي وصفة عملية فرض منهج الإدارة الذاتية بالخطوة الخطيرة التي تعبث بمناهج التعليم وبمصير جيلا بأكمله إلى اليمن حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع ارتكاب المقاتلين التابعين للتحالف السعودي 158 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 48 ساعة الماضية سريع قال أن التحالف السعودي يسر على موقفه في التراصل من اتفاق السويد ومواصلة الخروق في الحديدة مشيرا إلى أن بدفعية التحالف قصفت أحدى صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة ما أدى الاشتعال النيران فيها بدوره أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون إنسانية أن نشوب النيران في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة اليمنية يعتبر ضربة لملايين الجياع المكتب أعلن أنه لا يوجد لدى برنامج الأغذية العالمي 51 ألف طن من القمح مخزنة في مطاحن البحر الأحمر مشيرا إلى أن البرنامج لم يتمكن من الوصول إلى المطاحن في الحديدة منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب القتال كما لفت المكتب إلى أن 500 ألف يمني يواجهون أوضاعا كارثية ويشرفون على الموت جوعا إذا لم تصل إليهم مساعدات أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن فريقا من الخبراء الدوليين سيقود تحقيقا في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكانت محققة في الأمم المتحدة قد أكدت أنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لترأس تحقيق دولي مستقل في القضية وقالت أنها ستقيم خطوات الحكومات ودرجة تسئولية الدول والأفراد عن الجريمة قبل نقل نتائج التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران يونيو المقبل وإلى السودان حيث طالب زعيم حزب الأمة السودانية المعارض الصادق المهدي رئيس عمر البشير بالرحيل ودعا إلى إسقاط النظام وتأليف حكومة انتقالية قومية كما قال وكانت التظاهرات قد تجددت اليوم الأسيام في مدينة أم درمان وقد أطلقت الشرطة السودانية مجددا الغاز المساي للدموع باتجاه المتظاهرين عقب خروجهم في مسيرة من أحد المساجد في المدينة رصاص حي ما عاد خطيا أن الشرطة السودانية تطلقه لتفريق المحتاجين في عدة مدن وفي العاصمة الخرطوم ومعه أيضا الغاز المسيّل للدموع مناجر تفريق تظاهرة لمسيرة من مئات المشاركين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم مسؤول حكومي قال إن محتجا قتل أثناء تظاهرة في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة وأحصت الجهات الرسمية مقتل تسعة وعشرين متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين فيما تقول جهات حقوقية إن العدد جاوز الأربعين قتيلة الاحتجاجات تستمر أيضا في القضارف حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة بالسوق الرئيسية مطالبين بإسقاط النظام ولاية الجزيرة أيضا شهدت احتجاجات حيث أغلق المحتجون الطريق الرئيسي في حي النوبة جنوبية الخرطوم واستخدمت قوة الأمن الغازة المسيلة لدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين واعتقلت مئات محتجين وشخصيات معارضة وألقت السلطات اللوم في الاضطرابات على من سمته من مندسين وعملاء أجانب وقالت إنها تتخذ خطوات لحل أزمة السودان الاقتصادية وفي هذه الأثناء نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اتجاه الحزب نحو أحداث تعديل حكومية على خلفية الأحداث الجارية وتهم المتحدث في تصريحات إعلامية جهات بالسعي لعدم استقرار السودان مؤكدا قدرة الحكومة على تجاوز ما وصفها بحالة العداء والصناع الأزمات وقال إن تجمع المهنيين السودانيين المعارض لا قيادة أو مقارة معروفة له تحلم سلوى سالم قبطي التي تخطط العقد السابع من العمر بزيارة قبر والديها داخل قرية مهجرة قرب الناصرة فيما تمنعها سلطات الاحتلال من ذلك هناء محميد هي والنكبة توأمان هجرت جنينا يتيما في الرحم وولدت لاجئة في مدينة الناصرة المجاورة لقريتها معلول حيث دفن والدها الشهيد فارس سالم شوف هالأمنية الصعبة اللي أنا بطلبها من إسرائيل زيارة أبر أبوي اللي أنا ما شفتوش اللي قصفوا عمره وستشهد قبل ما أخلق هل إش الإنساني قدي السعب عليهم تكافح السيدة سلوى منذ الصباها لزيارة القبر لكنها تمنع وسائر أهالي القرية المهجرين من دخول المقبرة المسيحية بذريعة الأمن فهنا أقيمت قاعدة عسكرية إسرائيلية أخيرا تقدمت بالتماز للمحكمة العليا ولا سيما أن الشاهد الوحيد الحي من ذلك الزمن أصبح على عتبات قرن من العمر أنا الوحيد اللي بتذكر هو أن نقبر حياة فارس جوز أختي لأنه دفنوا على قبر أبوه وقبر أبوه جنب الكبر المبني لكان لسالم اليوسف مبني حوالي متر طالع عن الأرض وهني دفنوا جنب الكبر على يمين الكبر جلسة المحكمة ستعقد في الصيف المقبل وحتى ذلك الحين ستبقى السيدة سلوى مدفوعة بالأمل وبحلم ترويه عن والدتها التي زارها زوجها في المنام سائلا عن كل أبنائهما ما عداها هاي الكنيسة اللي خلق فيها أبوي اللي اتعمد فيها أبوي اللي تجوز فيها أبوي اللي تجنز فيها أبوي وطلب الوحيد أن أعبط ترابك أبوسك أعيط عليك هقولك أن أنا موجودة كل أثر فلسطيني كان عرضة للطمس فهذه حجارة بيوت معلول التي هدمت مباشرة بعد تهجيرها قبل سبعين عاما أما ما لم تقوى عليه سلطات الاحتلال فكان روح التجذري لدى الإنسان الفلسطيني نفسه هنأم حميد من قرية معلول المهجرة الميادين إلى العنوين مدورو يؤكد أنه لن يسمح بالتدخل الأمريكي في فنزويلا والمعارضة ترفض دعوته للحوار أبونبيو يؤكد أن واشنطن تعمل بجدية لحماية ديبلوماسيها في فنزويلا وتوفير الدعم اللازم لكويدو لتأمدية مهامه ترامب يعلن التواصل الاتفاق المبدئي مع الكونغرس لإنهاء مؤقت للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وروسيا تستضيف حوارا فلسطينيا بمشاركة عشرة فصائل منتصف الشهر المقبل شهد وأكثر من عشرين إصابة بالرصاص جراء اعتداءة الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة في غزة مصادر أوروبية تكشف لرويترز عن توجه أوروبي لإدراج السعودية على مصودة قائمة تمويل الإرهاب والمزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغتين العربية وكذلك الإسبانية إلى اللقاء